بحث وزير خارجية محمد الحضرمي مع السفير الروسي لدى بلادنا فلاديمير الديدوشكين العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والسعرض الوزير حضرمي مع السفير الروسي تطوراته السياسية المتصلة بالشان اليمني ورؤية الحكومة اليمنية بشان الحل في اليمن وأشار وزير خارجية إلى أن السلام الدائم والشامل يتطلب الالتزام بالمسار الأممي كمسار وحيد للحل وفقا للمرجعيات الثلاثة مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل ومتسلسل كخطوة في اتجاه تحقيق السلام الشامل والدائم في اليمن وشدد الوزير حضرمي على ضرورة تنفيذ اتفاق السوكون بما يعزز من فرص السلام في اليمن قبل الحديث عن أي مشاورات قادمة للسلام من جانب يأكد السفير الروسي دعم بلاده الحكومة الشرعية في اليمن مجددا وقوف بلاده إلى جانب اليمن المساعدة للخروج من أزمته الراهنة معبرا عن أمانيه في أن يحل السلام في اليمن قريبا